الجلوس بوضع باطن القدمين على الأرض وضم الساقين والفخذين بالذراعين إلى البطن يسمى في اللغة الحبوة والاحتباء وقد ورد النهي عنه في خطبة الجمعة قيل لأنه مضنة النوم ومجلبة للنعاس وقيل لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة لأنهم كانوا يلبسون الأزر وليس تحتها سراويل طويلة تستر العورة وقيل لأنه يؤدي إلى خروج الريح